إيمان العاصي كانت كويسة فظيعة إيمان العاصي احترمتها قوي على تركيزها يعني احترمت إيمان العاصي في تركيزها عن ما يكسب لأن كنت منتظر ده من ما يكسب أساسي إن هي مش هتركز لأ ما يكسب أنا بشوفها إن هي مركزة طول الوقت وبتشتغل وعملة كده طول الوقت وجايبها للدور الدور متألف عليها أنا شايفها من قبل مكتب إيمان العاصي وجه جميل ودايما واخد منها على الملائكية والدور غير شخصيتها خالص أول مشهد بنصوره كلمتنا وهي وزاكرنا وبعدين قلت لها إيمان أنا منتظر منك مجهود جبار في الدور ده ممكن يبقى مختلف تماما عن كل اللي قدمته من أول مشهد جات شكرتها حسيت بالمجهود دورها صعب جدا وحسيت قد إيه هي جاية مموتها نفسها مزاكرة في البيت حتى في مرة كده أسبوع كده قضيته خيابة ما كانتش مزاكرة بسط لها وقعدت ومقضيها معها اليوم كله أنا زعلان أنا زعلان أنت بتضيع اللي عملتيه في الأول حرام تاني يوم عندها دم تاني يوم بجد ده مهم في الممثل يكون عنده دم بيذاكر مهم في الممثل إنه يذاكر بيش دافل تمثيل مهم يذاكر والله أجي هبص على الورقة ودخل أمثل تطلع وحشة ممثل يذاكر إيمان العاصي كان صعب عليها اللي بتقدمه بره دايرة نطاق دورها اللي هي اعتادت تقدمه فبحترم المجهود اللي عملته إيه ده كده ورثة؟ جعفر خلاص دمانه على وصول اوه 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 يا جفر طمن عليها يا دكتور المدام الحمد لله بس إحنا قسرنا الجنين أصلا هالضربة كانت في بطنها جمد قوي أعفر لنبني بساعدون يا جفر مين عايزة عمل كده فيه ما أولا علي نستحيل عمله كده في دنو اوه Muh straw هاي اللي اندعه مني في الأ لوحة بمك وبني سوريا هاه محمد رمضان أكيد شهادة مجروحة في محمد محمد رهيب هاه يعني موضوع... غطناها نحن ومش أول مرة ومبتفجئش منه وما بتخدش منه وما باستغربش وما بديلهوش كومنتس قوي وعلى ولا إنه حتى قال ك ما عطرتش لحظة إنك مطلق رجل عنده 45 سنة تقلق رمضان رمضان معي الكيم receipt اللي بيننا مش أنا اللي هيقولها أو اللي هيقولها الناس بقيت عرفاها وناس معتدها وناس منتظرها وما بقيتش أتخد من محمد في أي حاجة بيعملها خلص اعتدنا على بعد وده برضو تدريب زي ما ماي بتقول تدريب الناس على أنهم يتقبلوا الممثل فيه الشخصية مش هو اللي عنده خمسين سنة لأن فيه ناس بتقتلك من أنه بيصدق أنك أنت وحشة عشان طلعت في البتاعة ده مش عارف إيه مش معقول لسه لحد النهاردة فيه كده فالتدريبات دي دي نوع من التدريب برضو للجمهور أنه يفرق كويس ما بين أنه بيشوف دور لشخصة طبيعية عادية ستة قاعدة عادية جميلة أنها هتكون بتعمل مثلا أنا مش عارف إيه وبتحب صحبتها لازم وصل يبدل أوحش مرحلة للنجم على فكرة الممثل والنجم دول حاجتين برضو مختلفين عن بعض بس أحسن أوحش مرحلة للنجم هي مرحلة السبات اللي هو أنا بعمل ده ومعتاد أن أنا بعمله والناس بتحبوا مني وبنجح فيه دي مرحلة بجد هي عاملة كده وهو مش واخد بالي ومش عايز الناس تكرهني ومش عايز البنات يشوفوني وحش ممثل لازم يختلف طب أنت إيه رأيك لما هل أنت حسيتي أن البنات زعلوا منك أو زعلوا يعني اتقمصوا لما محمد قال أنا ما جبتش مية في المسلسل لأني لقيت أن هي مفيش دور حيخليها تتقدم درجة لقدام أنت شايفا موافقة على المقولة بتاعت محمد دي أنه الأدوار الأربعة أو أيا كانت الأدوار ما خلاص الأربعة هم الأبطال أنه قال في حديث ما قال ما جبتش مية ليه فقال مش حاسس أن فيه شخصية من دولة هتخليها تتقدم درجة عن ما هي فيه ده ممكن ناس قالت لك لا البنات كده هتقمصوا البنات اللي في المسلسل بالعجل صحابي جدا أنا بحبهم جدا كلهم يعني أنت لو كان لازم مثلا تشتغل المسلسل ده كنت تعملي شخصية من لا أنا مش يعني أنا مش عايزة أقول كده أنا عمري ما بقول كان نفسي أعمل كذا أو على حاجة قراتي تعملت لأن هم بصراحة كل واحدة عملت دورها يعني بأحسن شكل يعني معتقدش أن لو كنت عملت أي دور فيهم كان هيبقى أحسن هم عملوا بأحسن دور وطلع حلو جدا منهم فمش قادر أقول أنا لو كنت عملت كنت عملت